وهو إجماع طويل يقول فيه الأشعري رحمه الله تعالى وأجمع على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق في علم الله فيهم ومعنى ذلك أننا يا عباد الله نسير وفق ما علم الله فينا وقدر فإذا علم أني أفعل شيئا فلابد لي من فعله إذا قدر علي شيء لابد لي أن أفعله وأن أقوم به لأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد ثم قال رحمه الله وعلى أن طاعته تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم به يعني ما أمرنا الله به من الطاعات هذه قد تكون فرائض يجب علينا أن نقوم بها أو واجبات كذلك يجب علينا أن نقوم بها أو مستحبات ومسنونات يسن لنا أن نقوم بها وكل ما سبق في علم الله كذلك وإرادته سبحانه وتعالى كذلك ثم قال رحمه الله وأن ترك معصيته لازم لجميعهم يعني يجب أن يتأمل العباد هذه الكلمة أن يتركوا معصية الله تعالى هذا أمر واجب علي وعليك والله تبارك وتعالى كرها الكفر والفسوق والعصيان لنا فلابد أن نترك المعاصي ولذلك قال ترك معصيته سبحانه لازم لجميعه وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونه طبعا ما يأتي به الإنسان من طاعة ومعصية أمر مقدر قدره رب العباد سبحانه ولابد للعبد أن يفعل ما قدره الله تبارك وتعالى عليه سبحانه وأن جميع ذلك عدل منه تعالى عليهم كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم ما علمه أنه يكفر إذا أمره وأعطاه القدرة التي يعلم أنها تصيره إلى معصيته وأنه عدل في تبقيته المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم ومعنى ذلك أن العبد إذا كان مع الطاعة عاملا ثم بعد ذلك قدر الله تبارك وتعالى عليه أن ينقلب على عقبيه فلا حجة له على ربه سبحانه وتعالى ومولاه لماذا؟ الأشعار قال لأنه يعني لأن الله عز وجل ملك لجميع ذلك فيهم غير محتاج في فعله إلى تمليك غيره له مصداقا لقول الله تعالى فعال لما يريد هذه القضية تتعلق بالقضاء والقدر بمعنى أن العبد عليه أن يعتقد وأن يدين لله عز وجل أنه يتقلب بين أقدار الله تبارك وتعالى فلا يخرج عما أراده الله تبارك وتعالى منه ولذلك أقول في التعليق على هذا الإجماع بأن الأشعارية رحمه الله يخبر أن الله قدر المقادير خيرها وشرها وأن العباد لا يقدرون على الخروج عما قدر عليهم وهو سبحانه وتعالى عادل في جميع ذلك يجب أن نعتقد ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فالله تبارك وتعالى عادل في جميع أفعاله ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى في شيء من ذلك أو يأتي أحد فيدعي أن ذلك فيه إسقاط للأمر أو النه أو أنه ظلم وجور تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا حقيقة هذه مسألة مهمة جدا ولا بد أن نقف عندها قليلا رب العباد عدل لا يظلم والله تبارك وتعالى نفى الظلم على نفسه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون